الحكم خرق مهم لأنه أولاً كما ذكرتي أعاد التأكيد على مسؤولية هؤلاء هذين المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما صدر حكم المحكمة الدولية قبل سنتين من الآن كانت هناك انتقادات كثيرة للمحكمة الدولية بأنه لم يكن هناك سوى متهم واحد سليم عياش في جريمة الاغتيال اليوم أضاف هذا الحكم متهمين إضافيين أصبحوا ثلاثة متهمين وهذا الأمر بالنسبة إلى مراقبين حقوقيين يؤكد صدقية المحكمة الدولية التي لم تتوصل إلى هذه الاتهامات إلا بعد التأكد من قراء وأدلة وهذا الحكم الصادر اليوم هو حكم مبرم كما أكد لي مصدر حقوقي في لجنة متابعة أعمال المحكمة الدولية في نقابة المحامين في بيروت ومن المنتظر أن تكون الخطوة التالية إرسال هذا الحكم للسلطات اللبنانية من أجل تنفيذه وفي حال تعثر هذا التنفيذ وهو الأمر المتوقع أن يتم إصدار مذكرة من الانتربول لإلقاء القبض على هذين المتهمين الصادر بحقهما حكم بالسجن المؤبد إذن أهمية هذا الحكم أنه مبرم كما ذكر صادر عن محكمة الاستئناف لا يمكن العودة عنه وهو كما ذكر مراقبون حقوقيون يعيد التأكيد على أن هذه المحكمة الدولية تتعامل مع القراءة تتعامل مع الأدلة وإذا ما صدر حكم معين يكون هذا الحكم مصندا إلى إثباتات طبعا المحكمة الدولية لم تتهم حزبا بعينه ولكن بالنظر إلى المسؤوليات التي يتحملها المتهمون السلاسة هذه المسؤوليات من الواضح أنها من ضمن الهيكلية الإدارية والأمنية لحزب الله وهذا الأمر ولو كانت المحكمة الدولية لا تؤشر بشكل واضح إلى هذه المسؤولية لأن نظامها الداخلي يمنع عليها توجيه هذه التهمة إلا أن هذا المؤشر يبدو واضحا بالنسبة إلى المراقبين الحقوقيين الذين يسلطون الضوء على هذه الناحية السياسية في الحكم ويؤكدون أنه لا يمكن تظهيرها حقوقيا لأن نظام المحكمة الدولية يحول دون ذلك هذا النظام يصر على القراءة والإثباتات المباشرة لإدانة المتهمين ترجمة نانسي قنقر